رحب اسمه الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان عضو المجلس التنفيذي لإماراتي أبو ظبي رئيس المكتب التنفيذي لإماراتي أبو ظبي ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنك بقادة قطاع طاقة العالمي خلال مشاركتهم في النسخة الثامنة من ملتقى أبو ظبي للرؤساء التنفيذيين وكدنا سموه على أهمية الملتقى في تعزيز مكانة أبو ظبي مركزا عالميا للطاقة والحوار المتعلق بالانتقال العملي والواقعي في قطاع الطاقة كما أثنى سموه على أدنك لدعوتها كبار الرؤساء التنفيذيين في القطاع وعرب عن أمله بأن تسهم نقاشاتهم في إيجاد حلول عملية لتحديات تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة وشارك في ملتقى أبو ظبي الذي نظمه في مركز أدنك للأعمال 35 من أبرز قادة قطاع الطاقة العالمي لمناقشة سبل تعزيز أمن الطاقة وتوفير إمدادات موثوقة للجميع موسيقى موسيقى